نحن الآن متواجدين في الجبهة الغربية لمدينة الديرزور في هذه الجبهة التي تتعرض لهجوم عاصر تنظيم داعش الإرهابي في محاولة منهم لإحداث خرق إلى هذه الجبهة وثم إلى داخل أحياء مدينة الديرزور هنا أبطال الجيش العربي السوري الصامدين حققوا انتصارات كبيرة في صد الهجومات التي يحاول عاصر تنظيم داعش إرهابي التحرك باتجاه هذه الجبهة وكبد الأرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والاعتدار طبعا هذه الجبهة هي ذات أهمية استراتيجية كبيرة كونها تقع على مرتفع عالي وهي تشرف على عمق عناصر تنظيم داعش الإرهابي إضافة لأنها يعتبر خط الدفاع الأول على مدينة الديرزور تواجد الإرهابيين تماما هو خلف هذه الدشم الذي وجدها رجال الجيش العربي السوري لوقف محاولات القنص التي يحاول عناصر تنظيم داعش الإرهابي توجيه نيراهم باتجاه نقاط الجيش العربي السوري طبعا حسب ما ترصد على ستكاميرا الإخبارية السورية هذه قرية عياش التي سيطرت عناصر تنظيم داعش الإرهابي والتي تحاذي قرية ألبغيرية من هنا يحاول عناصر تنظيم الإرهابي التسلل إلى نقاط رجال الجيش العربي السوري ولكن المراقبة الدائمة على مدى 24 ساعة من قبل أبطال وباصل الجيش العربي السوري يمنع كل محاولة التسلل ويكبد الأرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والاعتدار تأتي أهمية هذا الموقع كونه مشرف ومطل على مدينة البغيرية ومدينة عياش التي تحتلان من قبل المجموعات الأرهابية المسلحة ولكن بفضل أبطال هذا الموقع أبطال الجيش العربي السوري الصامدين دائما وأبدا المجموعات الأرهابية المسلحة تحت مرمى ونظر هؤلاء الأبطال مما يجعلهم قتلى بفضل صمود وسبات أبطال الجيش العربي السوري في هذا الموقع المتقدم من الجهة الشفالي الغربية لمرينة ديرزول الأخبارية سورية أحمد الحمدوش